السلام عليكم طلاب راح نبدي بالجزء الثاني للمحاضرة الاولى من مادة الفيروسات نجي التصنيف الفيروسات تصنيف الفيروسات حسب شنو حسب نوع الحامض النووي اللي هو وبعد يقلك استراتيجية التكرار وبعد يقلك حسب الحجم والشكل اللي هو السايز او المورفولوجي الحجم او الشكل شنو يقلك حسب نوع السيمتري حسب نوع التناسق و النمبر او كابسوميرز عدد القسيمات القفيصية وبرزينز او ابسينز او انفلوب ووجود الغلاف او عدم يعني الحجم والشكل يقلك حسب نوع السيمتري التناسق اللي هو قلنا الايكوساهيدرال والهيليكال والكمبلكس اللي هو الحلزوني والمعقد وهكذا وبعد نمبر او كابسوميرز يعني شنو الكابسوميرز اللي هي القسيمات القفيصية يعني حسب عدد القسيمات القفيصية وبعد بريزينز او ابسينز او انفلوب يعني شنو وجود الغلاف او عدم وجوده واضحة؟ وعدنا هنا من تصنيف الويروسات حسب وجود انزيمات مو عينة اللي هي بريزينز او سبيسيفيك انزيمز من هاي الانزيمات شنو RNA on DNA Polymerase اللي هو انزيم البولي ميراس الحامض النووي الرايبي والحامض النووي وبعد من هاي الانزيمات شنو اللي هي النيورامينيداس النيورامينيداس وبعد شنو ريفيرس ترانسيكرايبتس ترانسيكرايبتس اللي هو النسخ العكسي هاي كلش مهمة تمام؟ زيان نجل بعد المن للنقطة الرابعة اللي هي الانسجة المضيفة او المدارية الخليوية منها شنو؟ يقلك يعني مثل شنو مثل فيروسات التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وإلى آخر تمام؟ واضحة هنا نرجي هنا بس هاي الملاحظة ناخذها اللي هي مهمة جدا يقلك تتكاثر فيروسات الحمض النووي في النواة شنو باستثناء فيروسات الجدري يعني شنو يقلك يعني يقلك يعني باستثناء فيروسات الجدري تتكاثر فيروسات الحمض النووي في النواة زيان وبعد يقلك يقلك فيروسات ال-RNA توجد بشكل رئيسي في السايتو بلازم واضحة؟ يعني يقلك ال-RNA فيروسات ال-RNA توجد بشكل رئيسي في السايتو بلازم ونجي الهنا يقلك تصنيف الفيروسات حسب التجميع assembly assembly of viral inucleu capsid my tech أو my tech place in يقلك تجميع نوات فيروسية viral inucleu capsid قفيصة يمكن أن تحدث وين بالنوات ال-Nucleus مثل من بالنوات؟ مثل ال-Herpes virus وال-Adeno virus وين تحدث في السايتو بلازم مثل ال-Poly virus و-Add the seal surface على سطح الخلية مثل ال-Influenza virus شون يجي السؤال عليها؟ مثل يقلك بالسايتو بلازم يحدث الفلونزا خطأ اشتحدث بالسايتو بلازم؟ ال-Poly virus اللي هو فيروس شلل الأطفال وهكذا واضحة؟ هنا عندك ملاحظة مهمة يقلك visible in stained cells with light microscope يقلك الفيروس مرئي في الخلايا المصبوغة بالمجهر الضوي المصبوغة ركزوا عليها المصبوغة visible in stained cells واضحة المصبوغة وهنا من حيث التحرر release شي يقلك يقلك release of new intact infectious use variants يقلك تحرر الويروسات المعدية الجديدة السليمة قد تحدث بسبب my acquired pie my acquired pie قد تحدث بسبب شنو البودينج اللي هي البراعم مثل enveloped virus مثل الويروسات المغلفة enveloped وشنو بعد analysis of infected host cells and tissue يعني شنو تحلل الخلايا أو الأنسجة المضيفة المصابة وناخذ هنا العلاج الكيميائي المضاد للفيروسات اللي هي antiviral chemotherapy كيموثيرابي العلاج الكيميائي وantiviral المضاد للفيروسات عندنا هنا هاي مهمة جدا اللي هي virulence vectors اللي هي عوامل الضراوة شنو شغلها هاي يقول لك that to promote the efficiency of viral replication يقول لك يعزز كفاءة تكاثر الفيروس viral replication وبعد viral transmission وانتقال الفيروس وبعد the access and bending of the virus to target tissue ووصول الفيروس وربطه بالأنسجة المستهدفة شنو بعد يقول لك or escape of the virus from host defense and amino resolution أو resolution شنو يعني يقول لك هروب الفيروس من دفاع المضيف الخلية المضيف ووصول الفيروس وشنو دقة المناعة يعني شنو هروب الفيروس منيا من الخلية الدفاعية ودقة المناعة وهنا عددني الشغلات المهمة يقول لك the virus of virulence vectors resolutes in attenuation of the virus loose فقدان عوامل الضراء وش يسوي اضعاف الفيروس وبعد يقول لك الفيروسات تقوم بتشفير الأنزيمات تشفير الأنزيمات الغير موجودة في الخلية الغير مصابة اللي هي يقول لك تقوم الفيروسات بتشفير تشفير الأنزيمات الموجودة وين في الخلية الغير مصابة وبعد ناشعدنا يقول لك شنو يعني يقول لك هذه الأنزيمات ضرورية لتكاثر الفيروسات ولكن غير ضرورية ل للوظيفة الخلية الخلية وناخذ هسه نجاحات العلاج الكيميائي المضاد للفيروس باستخدام شنو؟ هاي المراحل مثلا مثبطات تصنيع الحمض النووي ومثل يقول لك مراحل ارتباط الفيروس بالخلية المضيفة مثلا هاي ريفيرس اللي هي مهمة اللي هي النسخ العكسي لبعض الجينومات الفيروسية ومثلا بعد ريجوليشن أوف فيرال ترانسيكروبيشن اللي هي تنظيم النسخ الفيروسي ومثلا بعد السيمبولي التجميع وماتوريشن الانضاج وريليس أوف براغني فيروس اللي هي اطلاق فيروس النسل وعلى آخرين دني قروهن وركزوا عليه ونجل هذا الجدول اللي هو العوامل المضادة للفيروسات وأهدافها تحفظون الفيروسات والدواء مالته والنوع الكيميائي كيميكال تايب والتارجت الهدف تحفظون بس أول ثلاثة بس أول ثلاثة نجي هنا للقاحات الفيروسية فيرال باكسينيز يقول لك بربوس الغرض من اللقاحات شنو يوتينيز امن يو ريسبونز أوف ذا هوست شنو يعني يقول لك الاستفادة من الاستجابة المناعية للمضيف أوف دا هوست المضيف شنو يعني يقول لك للوقاية من العديد من الأمراض الفيروسية الفعالة بشكل ملحوظ بشكل ملحوظ ماشي؟ بعد شنو شغل هنا هذة شغل اللقاحات يقول لك القضاء على مرض الجدري تمام؟ وبعد تقليل الإصابة السنوية بالعديد من الأمراض الفيروسية اللقاحات هاي فاديش هذا النثني واضحات ومهمات كلش ونجح هنا ناخذ كيف تعمل اللقاحات يعني من بعد ما تاخذ اللقاح شنو راح يصير يقول لك يحفز الاستجابة المناعية التكيفية من بعد ما يحفز راح يصير العدوى الطبيعية تمنع تكرار المرض وبعد هوميرال and سيللار رسبونسي الاستجابات العرضية والخليوية وبعد بكسينز بريفينت أو موديفايس دايسي اللقاحات تمنع المرض أو تعدله وبعد هناش يقول لك موز دو نوت بريفينت انفكشن معظمهم لا يمنع العدوى وبعد هيرد اميونيتي مناعة القطيع شني تقلل من انتشار المرض يعني القطيع كل ما تكون مناعتها قوية راح يقلل من انتشار المرض بعد هناش عندنا يقول لك دي سيز اجينس ريكوير اسيرتشن ليفول اوف ترانسيميجين تو بي منشنت شني يعني تتطلب عوامل المرض الحفاظ على مستوى معين من الانتقان ماشي يعني انتم حاولوا شو نتفهمون يقول لك اللقاحات من تاخذها ش راح يصير راح يقول لك يحفز السجابة المناعية والعدوى الطبيعية تمنع تكرار المرض وبعد يقول لك اللقاحات تمنع المرض او تعدله ومعظم اللقاحات لا تمنع العدوى وبعد مناعة القطيع تقلل من انتشار المرض ونجي ناخذ هنا متطلبات اللقاح اللي هي ريكويرمنس اوف افكسينج يقول لك حتى يكون اللقاح فعال افكتيف افكسينج يجب ان يكون قادر على السنباط ما يلي مثل شنو يقول لك اكتيفاشن اوف انتجين بروسينتينج تنشيط الخلايا العارضة للمستضد المن تو انتجين بروسيسينج لمعالجة المستضد ان بروديوسينج انتر ليوكنز بروديوسينج انتر ليوكنز اللي هي انتاج الانتر لوكينات وبعد اكتيفاشن تنشيط كل من الخلايا التائية والخلايا البائية المهم هاي مهمة مهمة جدا ليعطا انتاجية عالية من خلايا الذاكرة الميموري وبعد شعدنا هنا نقول لك توليد خلايا الت والتي المان يقول لك لت اتجابة المناعية في السكان شنو يعني يقول لك للتغلب على التباين في الاستجابة المناعية في السكان ماشي هنا نشعدنا هاي الأخيرة منا هاي المهمة تجنيد خلايا الذاكرة البي المن are recreated لتشكيل لتشكيل antibody secreting خلايا افراز الجسم المضاد و that will continue to produce antibody التي تستمر في انتاج الانتي و د الجسم المضاد واضحة ومرفومة ان شاء الله واخيرا عدنا انواع اللقاحات الفيروسية types of viral vaccines من هاي اللقاحات يقول لك whole virus vaccines life الحية لقاحات الفيروس الحية وبعد cold whole virus vaccines كل شنو قتل لقاحات الفيروس الكاملة وبعد subunit vaccines لقاحات الوحيدات و reqium penant virus vaccines اللي هي لقاحات الفيروس المتلفة والanti adutip antibodies اللي هي اللقاح المضاد او اللقاح الاسام المضاد وال dna vaccines اللي هو اللقاح الحمض النووي هاي انواع اللقاحات الفيروسية الهنا تكمل المحاضرة الاولى ما للحياة انشاء الله تكون واضعتكم ويا رب التوفيق للجميع اخوكم عباس صادق اشتركوا في القناة